بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلى الله وسلم و أنعم و بارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة و أتم التسليم و بعد و حييكم عزائي الطلاب بتحية الإسلام سلام الله عليكم و رحمته و بركاته و أهلا و مرحبا بكم في يوم جديد و في درس جديد و وحدة جديدة أيضا نتحدث عن الاستماع مهارة لغوية في مادة اللغة العربية واحد كما ترى كفاية التواصل الشفهي و تحديدا الاستماع لاحظ أننا فيما مضى كنا نتحدث عن كفاية الاتصال الكتابي بمعنى أن الكتابة كيف تكون جيدة اقتراحك و موضوعاتك تسلسل أفكارك و كذلك مقدمة قبلها و اختيارك للعنوان أيضا قبلها و الخاتمة عندما تريد أن تنهي هذا الموضوع و كل ذلك حبر على ورق بمعنى أدائك و جودتك على الورق اليوم سنتحدث عن كفاية مهمة تتعلق بالتواصل الشفهي و هذه للأسف نلحظ فيها ضعفا في الآونة الأخيرة بمعنى أن كثير مننا عندما يقف أمام شاشة أو أمام كاميرا أو أمام مقدم يريد أن يتحدث أو حتى يرتقي من برا أو يتحدث في الفصل أو في غيره من التجمعات تجده لا يحسن تركيب الجمل بعضها على باب و ليس معنى أن يحسن تركيب الجمل بمعنى أنه كما يقال يبالغ في الفصاحة أو أنه يتحدث بطريقة فيها من التقاعر بل هذا أمر ممقوط لكن على الأقل يقف و لا يلحن و يرسل للمتلقين فكرة يفهمون من خلالها ما قاله و يستوعبون ما ذكره حتى لا يقع في حرج ذلك و لذلك اليوم نحن إن شاء الله بصدد إعداد طرائق مهمة في هذا الباب و في هذا المجال من خلال هذه الوحدة التي تراها يعني عنونا لها بكفاية التواصل الشفهي و تحديداً الاستماع لاحظ من أهداف هذه الوحدة و لعل هذا ديداننا و ما درجنا عليه في بداية عرضنا في كل وحدة بل و في كل درس تجد أننا نتحدث عن هذه الأهداف لنؤكد ترابطها بما سنختم به دائماً هذه الوحدة و كل وحدة من التقييم الخاص بأدائك هل فعلاً بلغنا الأهداف التي نريدها و لذلك من الأهداف التي نص عليها في المقرر أن تحدد أركان عملية الاتصال اللغوي تحديد أركان عملية الاتصال اللغوي ثم تلتزم بآداب الاستماع و هذه مهمة جداً جداً و خصوصاً في مجال التعليم عندنا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يصل أن تصل المعلومة إلى الطالب حتى يحقق هذا الهدف المهم اللي هو الالتزام بآداب الاستماع اسمع أولاً ثم افهم ما سمعته و بعد ذلك بإمكانك أن تتحدث فلن يطير من أمامك سيسمع منك و سيأخذ و ستأخذ وقتك و كفايته لكن استمع جيداً و هذا أمر مهم تميز أهداف النص و كذلك مراميه و توجهاته أنت اليوم تسمع نصاً ففي البداية إذا كنت محسن للضمن فحكم على أذنك و على طريقة سماعك ثم اسمع مرة أخرى لتعرف مرامي هذا النص و هدف ما قاله هذا القائل و لذلك نحن مؤتمنون فيما نستمع البعض يسمع كلاماً ثم ينقل كلاماً مخالفاً و تكون هناك شاية و ما يطلق عليه أحياناً بين قوسين خراب بيوت و هذا الذي لا نريده و لذلك من المهم جداً أن نميز أهداف النص و نتأكد مما سمعناه و هذا أشار الله عز وجل إليه في آيات كثيرة و على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في قضية التثبت و التأكد مما سمع الإنسان و أن لا تنقل كل الأخبار إذن تميز أهداف النص و مراميه و توجهاته أيضاً تستخدم الرسوم لتلخيص ما تسمع و تدوين ملحوظاتك عليه استخدام الرسوم في تلخيص ما تسمعه و كذلك أيضاً تدوين ملحوظاتك عليه و في الهدف الخامس تطور أسلوبك المفضل في التعلم البعض تعلمه يكون بالسماع البعض تعلمه يكون بالمشاهدة و بعض الأساليب في التعلم تشترط مثلاً حاستي البصر و السمع مثلاً البعض لا يفضل السماع و لذلك إذا عرفت الوسيلة المهمة و التي تثريك دائماً فحرص عليها ثم طور من وسائلك تجاهها حتى يعني يتطور أسلوبك في ذلك و حتى تحصل النتائج المعرفية أكثر بكثير من أن لو اتبعت طريقة تقليدية ليس لها بالغ الأثر إذن هذه الأهداف باختصار تحدد أركان عملية الاتصال اللغوي تلتزم بآداب الاستماع تميز أهداف النص و مراميه وتوجهاته تستخدم الرسوم لتلخيص ما تسمع تدوين ملحوظاتك عليه وأخيراً تطور أسلوبك المفضل في التعلم أشير هنا إلى أمر مهم أشير إليه في هذا المقرر إرشادات المتعلم قال حاول أن تنمي مهارة الاستماع لديك من خلال ماذا؟ التركيز على ما يقوله المتحدث داخل الفصل و خارجه كن مستمعاً جيداً و فعالاً في المحاضرات الدراسية و كذلك المحاضرات العامة و خطب الجمعة احتفظ بكراس صغير تستطيع حمله في جيبك لماذا؟ لتدوين أهم المعلومات و الفوائد التي تستمع إليها في المحاضرات العامة كراس صغير أيضاً لتدوين الفوائد و المعلومات التي تسمعها من معلميك داخل الصف الدراسي و هنا أيضاً قد يكون وسائل التواصل أو بلا صح الهواتف الذكية أو غيرها من إلا من نسميها هواتف المحمولة ليسهل حملها تستطيع كتابة يعني ليس شرطاً أن يكون كراساً و خصوصاً خارج إطار المدرسة و الدراسة تستطيع أن تحمل هذه الأجهزة اللوحية و تكتب فيها و تدون بل و لله الحمد اليوم التدوين لم يعد حتى بالكتابة و إنما أصبحت تدون صوتاً و صورة إلى آخره تعرف أو تعرف أسلوبك في التعلم و اطلب توجيه معلميك حول ذلك الأسلوب و حاول الاستفادة من أسلوبك في التعلم في تحقيق مزيد من النجاح و التفوق أخيراً أكثر من التدرب على كيفية التلخيص الجيد للمعلومات و النصوص حاول الاستفادة من التلخيص في المراجعة السريعة عند الحاجة هذه الإرشادات دائماً تجدها في مقدمة كل وحدة يحسن بك عزيزي الطالب أن تمر عليها ستجد أيضاً مراجع ستجد أيضاً عدد الحصص اللي ممكن أن يستغرقها المعلم معك في شرح مثل هذه المادة أو هذه الوحدة هذه من الأمور التي تثريك وتبين ما لك و ما عليك تجاه هذه الوحدة و غيرها من الوحدات اليوم في النشاطات التمهيدية كما ترى يقول إن فقدت الاستماع فقدت الحياة إن فقدت الاستماع فقدت الحياة عبر عن هذه الفكرة من خلال سرد الحادثة المصورة لديك اليوم لديك شخص يتحدث عبر الهاتف و يشير بقولي لا أسمعك هل تسمعني و هناك علامات كما ترى تأثر و استفهام و ترى ما يسمى بالقمر الصناعي هنا أيضاً صورة له و كذلك القمر الأرضي أيضاً كلاهما إشارة إلى قضية البث قضية المرسل قضية المستقبل و قضية من يستمع إليك أو الرسالة بلا صح و هذه أيضاً تعد في علم الاتصال من العناصر من العناصر المهمة في هذا العلم تحديداً علم الاتصال هنا نشير و نعلق نقول من خلال التأمل في هذه الصورة فإن الذي وضع السماعة على أذنه فقد الاتصال بمن يتكلم معك و هنا جئ بها من قوله لا أسمعك هل تسمعني و لا يغفل دور أجهزة الاتصال هنا إذا لم تقم بواجبها في جودة الإشارة في البث و هنا أيضاً يتحمله الشخص قد يكون اليوم أنا الذي أرسلت الرسالة لكنني لم أرسلها بالطريقة الصحيحة و لذلك لا يفهم المراد إذا فقد المتصل الصوت و هنا يضيع كل شيء و يصبح الحديث لا فائدة منه و لا قيمة له اليوم هذا تعبيرنا نحن تستطيع أن تأتي بتعبير مناسب تبين من خلاله ما ورد في هذه الصورة توظف كما يقال ما تعلمته وسائلك الأشياء التي تعلمتها فيما يرفع من درجة تعبيرك و استخدامك للألفاظ و إسقاطها هنا بالشكل السليم هذا أمر لك وفقك الله و لا يعتبر أو تعتبر مثل هذه الإجابة قرآناً منزلاً و نصاً مقدساً بمعنى أنه لا يقدم و لا يؤخر فيها تستطيع التعبير وفق ما رأيته من هذه الصورة و كذلك غيرها من الصور التي مررنا عليها في هذا المقرر أو في هذه الوحدة و في غيرها من الوحدات إذن إن فقدت الاستماع فقدت الحياة عبر عن هذه الفكرة من خلال سرد الحادثة المصورة التي أمامك في التدريب الذي يليه طلب قالوا عن الاستماع ثم طلبه هنا رتب الأقوال التالية الأفضل فالأفضل لاحظ هنا الطلب هو منك شخصياً أنت الذي ترتب فأنت اليوم لما تسمع رتب كما ترى نحن هنا الآن لن نرتبها سنكتفي فقط بقراءتها و كذلك الاطلاع عليها مما أقيل هنا يقول يكفيك من شر سماعه و يقول و تراه يصغي للحديث بقلبه و بسمعه و لعله أدرى به و هذا قمة الذوق و الأدب عندما يسمع الإنسان الحديث و هو يعلم هذا الحديث و لكنه تأدباً مع المتحدث ثم قال أيضاً لا يسمعون إلى قول أجيء به و كيف تستمع الأنعام للبشر ثم قال في القول الذي يليه السامع الذم شريك له و مطعم المأكول كالآكل أيضاً مما ورد تسمع بالمعيد خير من أن تراه في قوله من أسمعك سمع بك من أسمعك سمع بك و هذه أحياناً قد تشار إلى النميمة الإنسان عندما ينقل قولاً لك فإنه قد ينقل قولاً عليك مستقبلاً يقول من أسمعك سمع بك و هنا يقول يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة و الأذن تعشق قبل العين أحيانا و العين تعرف من عيني محدثها و العين تعرف من عيني محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها إن كان من حزبها أو من أعاديها و لذلك من خلال النص تجد جملة من المفردات أو استخدمت لفظة السمع لكن بطرائق مختلفة و بإشارات مختلفة فيها ما جاء على سبيل المدح و فيها ما جاء به على سبيل الذنب اليوم يريد منك من خلال هذا التدريب أن ترتب الأقوال التالية الأفضل فالأفضل الأفضل فالأفضل و يحسن أيضا إذا رتبت ذلك و سئلت عن أن تبين وجهة نظرك في ذلك إذن لدينا قرابة 1 2 3 4 5 6 7 إلى 8 أقوال كما ترى منها ما كان شعرا و منها ما كان نثرا إلى آخره حكم كذلك نحن نتحدث عن الصفحة الثانية و التسعين بعد المئة من كفاية التواصل الشفعي أرجع و أقول أنه من الأمور المهمة أيضا و أنت تقرأ مثل هذه الأبيات تستحظر أن تحفظ شيء منها هي ستضيف لك في تواصلك الشفعي مستقبلا عندما تتحدث تجد في خزينتك ما يعضد حديثك و يقويه و كذلك يعينك على إطالة المقام في الحديث و هو أدعى حتى للمستمع الكريم عندما يستمع هو يحب دائما الاستشهادات التي تكون من الشعر أو من النثر أو من غيره لاحظ هنا ماذا يقول في سؤالنا الثالث نقل إلى أحد الخلفاء أن شاعر هجاه بقصيدة جاء فيها لقد ضاع شعري على بابكم كما ضاع در على جاريه كما ضاع در على جاريه فلما استدعاه قال كذب يا أمير المؤمنين إنما قلت لقد ضاء شعري على بابكم كما ضاء در على جاريه هنا يسأل يقول أين أخطأ ناقل الخبر و لماذا أين أخطأ ناقل الخبر و لماذا لاحظ نحن سنجيب إجابة فيها شيء من الإسهاب نقول الناقل هنا بدل حرف الهمزة فجعله عينا في كلمة ضاع لاحظ كلمة ضاع العين هنا بدلها الناقل كانت همزة فبدلها عينا بدلا من ضاع طبعا ذلك إما لسوء الاستماع من هذا الناقل أو الفهم الخطأ من الناقل أو لضعف الحفظ من السامع أيضا يشار إليه تقارب المخرج فيما يتعلق بحرف الهمزة و حرف العين و الجميع يعلم أنها حروف حلقية وتذكرون أيضا في مواد أخرى متعلقة بالتجويد و غيرها درستم أنها من حروف الإظهار الحلقي الهمزة و العين و لذلك تقارب المخرج هنا قد يكون سببا في خروج هذا الحرف في غير موضعه و لاحظ أيضا تغيير المعنى الذي حصل بتغير هذا الحرف ضاع شعري و ضاع در على جارية و هنا ضاء شعري لاحظ تغير المعنى تماما بقوله ضاء و ضاع و ما حصل فهنا أشير في الإجابة قال بدل الناقل حرف الهمزة فجعله عينا في كلمة ضاع بدلا من ضاع و ذلك إما لسوء الاستماع أو الفهم الخطأ من الناقل أو لضعف الحفظ من السامن في سؤال الذي يليه يقول يختلف مضمون الخبر المنقول عن الخبر الأصل لأسباب كثيرة لأسباب كثيرة سأوردنا سببين أو ثلاثة وتكمل أنت الباقي لكن افهم ماذا يريد من السؤال يقول يختلف مضمون الخبر المنقول خبر جاء به إليك منقول غير الخبر الذي أنت سمعت به قال عن الخبر الأصل عن الخبر الأصل الذي نقل إلينا لأسباب كثيرة من أهمها نحن إذا أردنا أن نعلق هذا بما سلف نقول اختلاف الألفاظ في كلمة ضاع ففي كلمة ضاع هنا ذم وفي كلمة ضاء مدح أيضا الفهم الخطأ من الناقل أو كذلك ضعف الحفظ من السامع ضعف الحفظ من السامع وقد يكون أيضا إذا كان ناقل الخبر يريد وشاية عليك مثلا فقد أيضا يسيء في قضية نقله ويدخل تحت مثل هذا المضمون وأنت قد تجد لذلك أسباب أخرى من خلالها تعرف أن الخبر قد ينقل إليك بطريقة غير صحيحة أو على غير وجهه الذي خرج به إذن في تدريبنا الأول نقل إلى أحد خلفاء أن شاعر انهجه بقصيدة وحللناه بسؤاله يقول أين أخطأ ناقل الخبر ولماذا وفي التدريب الرابع هنا يقول يختلف مضمون الخبر المنقول عن الخبر الأصل لأسباب كثيرة من أهمها أشرنا هنا اختلاف الألفاظ ففي كلمة ضاع ذم وفي كلمة ضاء مدح الفهم الخطأ من الناقل وكذلك ضعف الحفظ من السامع ضعف الحفظ من السامع في التدريب الذي يليه هنا في الصفحة الثالثة والتسعين بعد المئة سؤال الخامس ماذا يقول يقول أذكر بعض الأشياء التي نحتاج فيها إلى تركيز الاستماع ليش للحصول على الفائدة والفهم وهل نحن لا نركز استماعنا فقط إلا لنحصل على الفائدة والفهم هذه غاية من الغايات يقول ذكر لك مثال خطبة الجمعة وهذه من المراسم التي نراها كل أسبوع ولله الحمد خطبة الجمعة من الخطب أو من شعائرنا الدينية في ديننا الإسلام نحن نقف ونراها كل أسبوع يحسن بنا حتى تحصل الفائدة أنه والله نأتي لهذه الخطبة ونستمع وكذلك ننصت يريد بعض الأشياء أو الأمور التي يجب فيها أو نحتاج فيها إلى تركيز إلى تركيز واستماع أشرنا إلى مسألة مهمة في الاستماع إلى تلاوة القرآن ولعل هذا فيه نص كريم في آية صريحة واضحة يقول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون طيب فقط هذه صلاة الجمعة أو خطبة الجمعة والاستماع إلى تلاوة القرآن لا هناك أيضا الاستماع إلى شرح إلى شرح المعلم الاستماع إلى والديك الاستماع إلى من يوجهك من ينصحك وأنت تعلم من نصحه أنه يريد خيرا لك وبك ولذلك أنت تستطيع أيضا أن تضيف على هذا لأن تركت الخانة الأخيرة هذه لتكتب فيها ما تريد ولذلك ليس محصورا فقط على ما تراه هناك أمور كثيرة تستحق منك أحيانا قد تكون في دائرة حكومية لتراجع لمسألة مهمة تحتاج فعلا لسماع التوجيهات التي تأتيك وتطبيقها كذلك بحذافيرها وهذا أمر أتمنى أن لا تغفره إذن أذكر بعض الأشياء التي نحتاج فيها إلى تركيز الاستماع للحصول على الفائدة والفهم ذكر منها هو خطبة الجمعة وأشرنا نحن إلى الاستماع إلى تلاوة القرآن والاستماع إلى شرح المعلم والبقية تكملها وفقك الله في الفقرة السادسة هنا يقول عد إلى المصحف الشريف ثم انقل خمس آيات وردت فيها لفظة الاستماع بمعاني مختلفة عد إلى المصحف الشريف ثم انقل خمس آيات وردت فيها لفظة الاستماع بمعاني مختلفة ثم أشار هنا بقوله استعن بالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم إذن هنا في توجيه للعودة لهذا المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم تستطيع البحث فيه وسنذكر نحن آيتين هنا ونترك لك بقية الفراغات لتكتب فيها ويحسن دائما في نقلك للآيات أن تنقلها على الوجه الأتم والنحو الأكمل والصواب حتى لا يقع منك خطأ في نقلك لهذه الآيات منها قول الله عز وجل إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله وهذه في سورة الأنعم أيضا مما ورد قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم لعلكم ترحمون إذن هذه من الألفاظ التي وردت عندنا في كلام الله تبارك وتعالى والألفاظ في ذلك كثيرة بالرجوع كما أسلفت إلى المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ستجد الإجابة الشافية تستطيع أيضا الاستفادة من قرابة خمسة أسطر هنا تجمل فيها الحديثة في هذه الآيات وتجمعها وفقك الله وتسند في جمعك بعد ذلك الفقرة التي تليها طبعا أشرت بالاستفهام لما تبقى في الصفحة الرابعة والتسعين بعد المياه يقول الخطأ الناتج عن سوء الاستماع قد يؤدي إلى كارثة الخطأ الناتج عن سوء الاستماع قد يؤدي إلى كارثة يقول هنا أي الناس بحاجة إلى حسن الاستماع أكثر وضع الاستفهام ثم قال علل ووضع لنا الطبيب ووضع لنا القاضي ويحتاج أن نضيف نحن شخصيتين هنا سأعلق أنا على الطبيب والقاضي وسأضيف الشخصيتين من وجهة نظري ثم سأعلل للطبيب والقاضي وأترك لك التعليل للشخصيتين الأخرين هنا الصفحة أو الاختبار القبلي هذا في الصفحة الرابعة والتسعين بعد المياه يقول علل أو أي الناس بحاجة إلى حسن الاستماع أكثر ثم علل الطبيب لماذا؟ نقول لأن خطأ الطبيبي في التشخيص قد يؤدي لخطأ في العلاج وبهذا تكون العواقب وخيمة تكون العواقب وخيمة بمعنى أوسع أنه ممكن حتى تشخيصه لا يكون صحيحا لا يصرف على ضوءها التشخيص أصلا علاج تتفاقم الحالة كان بالإمكان معالجتها مثلا قبل أربع أو خمس أسابيع في الزيارة الأولى لكن لأن الطبيب لم يسمع في تلك الفترة بالشكل الجيد انعكست هذه على حياة هذا المريض ثم كانت العواقب لا تحمد ولذلك قضية الاستماع مهمة وبالمناسبة نحن اليوم في مقاعد الدراسة نربي أنفسنا على قضية الاستماع لا يظن النظام أن هذا السلوك ممكن يتعدل مثلا بعد عشرين سنة أنتم تعلمون أن من شبع على شيء شابع عليه لكننا من اليوم نوطي أنفسنا على حسن الاستماع لأن هذا سينعكس مستقبلا علينا الجالسون أمامنا اليوم هم الطباء المستقبل وهم قضاءة المستقبل وهم معلموء المستقبل ولذلك مهم جدا حقيقة أن نستمع جيدا نتربى على مثل هذه الخصلة المميزة حتى نحصد آثارها المميزة إذن الطبيب قلنا لأن خطأ الطبيب في التشخيص قد يؤدي لخطأ في العلاج وبهذا تكون العواقب وخيمة تتوقعون الاستماع أو عدم الاستماع الجيد من القاضي ماذا سيحصل به؟ ما هي العواقب التي ستحصل إذا لم يستمع القاضي لدعواك جيدا أو استمع لخصمك ولم يستمع لك كان مع خصمك مستمعا جيدا وكان معك غير ذلك لاحظ نقول الخطأ القاضي هنا في الحكم قد يترتب عليه عدم رد المظالم إلى أهلها عدم رد المظالم إلى أهلها ترتب عليه أحيانا أكل للحقوق وأكل لأموال الناس بالباطل القضية اليوم أنت تنتظرها من فترة تصل إليها ثم يحكم لك ضدها ثم تحصل العواقب التي لا تحمد ولذلك من المهم جدا قضية السماع وكذلك كما أسلفت أن نتربى عليها من اليوم ونحن في مقاعد الدراسة أضفنا من الشخصيات الجندي وهو أيضا عندما لا يستمع جيدا لقادته ما هي العواقب التي ممكن تصير لو كنا على أرض معركة الطالب أيضا ما هي العواقب الوخيمة للطالب الذي لا يستمع للشرح لا يستمع للنصائح لا يستمع للتوجيهات أين سيكون سبيله بعد ذلك تعلق عليها وفقك الله وتجيب على هذا الاستفاة في الفقرة قبل الأخيرة هنا يقول استمع إلى معلمك بإنصات لخص مما تسمع سبعة على الأقل من آداب الاستماع هنا أشرت إلى قرابة الثلاث منها الإنصات عدم المقاطعة النظر إلى المتحدث وهذه قمة في الأدب الإنسان لما ينظر إليك فعلا هو مهتم لما تقول بينما عندما يغض طرفه أو ينشغل بشيء هذا من سوء الأدب أثناء الاستماع وأترك لك التعليق في الفقرة الأخيرة ولاحظ أنه طلب سبعة على الأقل نحن ذكرنا ثلاث وتبقى عليك أربعة في الشريحة الأخيرة وفي درسنا القادم بمشيئة الله تعالى سنتحدث عن أن الاستماع مهارة لغوية كما ترى مكونات عملية الاتصال اللغوي متحدث وأشار إليه بي المرسل ثم رسالة موضوع وقناة اتصال ثم مستمع ومستقبل وأشار هنا أيضا بي مؤثرات على وضوح الرسالة بهذا عزيزي الطالب وفقك الله أصل وإياك إلى ختام درسنا لهذا اليوم أسأل الله لي ولكم في الختام علما نافعا وعملا صالحا نربي ولي ذلك القادر عليه شاكرا لكم طيب الإصلاة وكريم المتابعة مؤملا أن ألتقيكم وأنتم دائما في خير وعافية حتى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته